ماشي. تنسى يا حبود? طيب ايه كمان دي حاجة اوامة جدا. محمد الشنووي. اه. انت عارف رائعي في محمد الشنووي. انت عارف رائعي انا كبير. اه طبعا. قم باك انا عادت الانتر كلها دفع عنه. انا عارف. وافضل دايما نقول لمحمد الشنووي واحد من الحراس التاريخيين في النادي الائل وفي منتخب مصر. انت ما حلو كده كفاية? اكيد. لا. انا حلو انت كده كفاية متكملش. لا لا مش اقول حاجة والله بس هو محمد الشناوي في الأول وفي الآخر يا كريم، الناس برضو مش لازم تنسى أن محمد الشناوي جاي من إصابة كبيرة جداً. والناس تقول لك، خلاص مدام جاي من إصابة لحد ما هيجاز بلعب مصطفى الشبير ومصطفى الشبير كويس. أنا متفاهم بس ما هو بالزبط هيجاز إزاي؟ بس المشكلة أن الأرقام بتاعت محمد الشناوي في آخر ثلاث مباريات هي أرقام مش جيدة ونقوص خطر. أنا معرفة الشناوي هيقعد هيمشي آية إن كان المتبقي من الوقت للشناوي يقدر إن هو يرجع تاني يقف عارس الأمين. أنا عايز أقول لك معلومة، مبداياً كده مصطفى الشبير يلعب ماتش الألماني من اللي جاي. ملاقوش علاقة بالأرقام اللي أنت هتقولها دي. فوقت كده الراجل كان عامل حسابه إنه الشبير يلعب ماتش الكاس. والشناوي قريب جداً 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 من الرحيل للوحدة السعودي. جداً يعني. فعشان كده أنا 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 بعاوز أقول لجميل النادي الأهلي ما تنسوش محمد شناوي. محمد شناوي أعمل إيه؟ أخطأ مرة مرتين 3-4-10 ياما شناوي يكسب النادي الأهلي. تب وريني الأرقام بقى. بالضبط تعالي نستشوف الأرقام. القصة كلها أنا محمد شناوي آخر 3 مبارات شارك فيها مع النادي الأهلي. دي الرقم في النص دي هو رجل تشاط على مرمى النادي الأهلي في آخر 3 مبارات شارك فيه محمد شناوي 11 تزديدة. تشاط من 11 تزديدة دول أربع تزديدات بين قائمة 3 خشبات. للأسف الأربع تزديدات دخلوا مرمى النادي الأهلي. شوف الصورة اللي بعدها. دي مبارات النادي الأهلي ومودر فيوتشر مبارات النهاردة. بص على تحت الصورة دي ده اللي هو بين الثلاث خشبات. أربع تزديدات للنادي الأهلي وتزديدها واحدة لمودر فيوتشر وللأسف دخلت مرمى. شوف الصورة اللي بعدها. مبارات النادي الأهلي وبيراميدز. ثلاث تسديدات للنادي الأهلي بين التلاث خشبات تسديدتين للنادي بيرامدز التسديدتين للأسف دخلوا مرمى النادي الأهلي المباراة اللي قابلها مباراة طلاق على الجيش كسب نادي الأربعة واحد عشر تسديدات للنادي الأهلي من داخل جوه بين التلاث خشبات تسديدها واحدة فقط برضو دخلت جوه مرمى النادي الأهلي فعش كده بقول في الأول وفي الآخر محمد شناوي أخطأ أخطاءه لسه لحد دلوقتي مش مؤسرة ده من نادي اللي أهلي بيكسب جمور يزبر عليه شوية الحلو الحلو في القصة دي إن مصطفى شوبير هو اللي خل الناس تبدأ تقول عشان ناوي يعني فهم فالأول في الآخر نادي الأهلي مش عزين ننسى بس إن مصطفى شوبير لو شاركه ممكن يغلط مصطفى شوبير هيغلط قرأ طوع منه هيطلع غلط تيبو كورتوه بيغلط تيبو كورتوه بيغلط مانوو ناوير بيغلط مانوو ناوير طلع بايرون ميونيخ ماتشري المادريد وبايرون ميونيخ الكرة اللي ألشت منه ودخلت مارمال فمحدش عيجي يقول لجماعة طالبوا إن ناوير يمشى فدي مقارنة ما بين ناوير وما بين محمد شرناوي ولكن يبقى بالنسبة لي يعني هو من الحراس طريقين في النادي الأهلي ومنتخب ما في المياه